في مركز ثقافي في بيروت يعرض عبودي أبو جودي الشغوف بالسينما ملصقات أفلام قديمة من مجموعاته التي تبرز هذا الفن المفقود عندي حوالي بين 10 ألف صورة أسود وأبيض وملونة وشي 20 ألف ملصق بوستر بس بوستر في مصر من كل الدول العربية وفي عندي أمريكي شي 2000 بوستر فرنسي شي ألف ألمان إيطالي إنجليزي من روسي من كل دول الهندي من كل دول العالم عمليا باشر أبو جودي جمع الملصقات في سن المراهقة وكان يزور دور السينما في لبنان والمنطقة للحصول على ملصقات أفلام أجنبية فضلا عن آلاف الملصقات التي تروج لأفلام عربية ومع توسعه في الجمع لاحظ أبو جودي ميلا محددا في الملصقات الغربية التي تروج لأفلام تدور قصتها في الشرق الأوسط والتي تشبه بحسب تعبيره اللوحات الفنية التي أنجزها المستشركون عن المنطقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبعض ملصقات هذه المجموعة النادرة تعود للثلاثينات في مصر ونهاية الخمسينات في لبنان كان في دعايات مثل ما موجودة حاليا فنحن اللي كانوا خلينا نفوت على السينما الصور اللي معلقة بداخل قاعات السينما كانوا يهتموا فيها كثير يعملوها جميلة وحلوة لحتى تجزوا بأكبر عدد ممكن من الناس وتعرض عشرات من هذه الملصقات حتى الخامس والعشرين من أيار مايو في معرض في دار النمر في بيروت يحمل عنوان لصة بغداد تيمنا بفيلم يعود إلى العام 1924 وعشرين